أصيب نحو تسعين شخصا بجروح في انفجار كبير هز العاصمة الأفغانية كابل وأدى الانفجار إلى تصاعد صحب الدخان فوق العاصمة فيما تحطم زجاج محلات تجارية بعيدة عن موقعه بحسب ما أفد مسؤولنا وشهود عيان وتتصاعد أعمال العنف في أنحاء أفغانستان وفي كابل في وقت تجري الولايات المتحدة وحركة طالبان مفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام قبل الانتخابات المرتقبة في 28 من أيلول المقبل